طيب مصر لسه بتبدع الحقيقة في استقبال وفي تنظيم فعاليات كبريات البطولات الرياضية المختلفة عندنا بطولة مهمة جدا بتقام في الغرداء وهي البطولة الافريقية للشراع دي من ضمن البطولات المؤهلة لأولمفيات باريس عشرين أربعة وعشرين المنافسات في هذه البطولة مستمرة غد يوم تمانية ديسمبر الجاري بيشارك خمسة واربعين لعب ولعبة من تسع دول مصر جزائر أنجولا ليبيا موريشيس المغرب موزنبيخوي سيشل وتونس بتقام بطولة أفريقيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وده أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعاية طبعا سيد وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي طبعا عين الاتحاد الدولي للشراع تلت حكام في لجنة المسابقات الرئيسية لها دي البطولة وبيعاونهم تمن حكام مصريين في إدارة المسابقات المختلفة بجانب لجنة الحكام الرئيسية اللي تم تعينها من الاتحاد الدولي للشراع واللي بتضم تسع حكام من بينهم سبع حكام دوليين واثنين من الحكام المحليين من قارة إفريقيا نقدر نقول على هذه البطولة وتنظيم مصر لهذه البطولة إنه إن شاء الله إحنا كده بصدد نقلة في رياضة الشراع استضافة البطولة بهذا الحجم وبهذه الأهمية ومشاركة هذا الكم الكبير من حكامنا حاجة محترمة جدا وبإذن الله يعني تكتمل الفرحة بقى بتقاهل منتخبنا للأولمبياد بإذن الله الفترة اللي جاي